السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة الحريف مع اخوكم عمر شريف النهاردة هنتكلم على الماتش اللي لسه خلصان حالا برشلونة على ارضه كان بيلعب الانتر كونتي ماتش كان جميل جدا اتفرجنا فيه على اصارة خاصة في اخر الشوت التاني والريمونتا دا اللي حصلت لبرشلونة لكن لو هنفصل بقى في التفاصيل فهنتكلم بداية من الشوت الاول وهنتكلم على بالفيردي وبرشلونة والتشكيلة الغلط مبدئيا فالفيردي بدأ بسيرجي روبرتو اللي هو لازم يركن يعني فالفيردي لازم يحقل وسيرجي روبرتو مالوش مكان حاليا انه هو لازم يلعب يعني هو لازم يلعبه تحس ان تعس ان سيرجي روبرتو دا مسك شكات على فالفيردي معاسي دي ضد فالفيردي يعني حاجة عجيبة لازم يلعب في وسط باك شمال في اي حتة لازم تلاقيه تعيس ان هو صح بالنهاد سميده لعبه شمال مش عدلة رجله بيطلع قدام بيرفع ما بيعرفش يرفع حاجة كانت خالع المجرز من كالعادة جناح بتقضي على نص خوته فبرشلونة كان وحش جدا كان نجم شوط الاول بالنسبة لبرشلونة في انقاذات وكثير شتيجن كان هو نجم شوط الاول في برشلونة يعني الفرقة كلها ما كانتش قادرة خط الوسط بوسكتش يعني في مرحلة الاخيرة يعني خلاص بيسلم ديونجو بوسكتش فيهم شوية نفس المميزات نفس الخصائص فتحس ان الاتنين ما فيش اختلافات في الدنيا نقصة تقدم الانتر وكان اداء وحش جدا وكل النزع لنا من فالفيردي واللي حصل وكذا وكذا ولكن نزول ميسي طبعا في شوط الاول الدانال امل ان مع وجود ميسي دايما في الملعب فممكن حاجة تحصل بدأنا الشوط التاني اللعب بقى احسن شد بوسكتش نزل فيدال مقاتل عندك ديونجو تحرر فيدال بقى عمال يكسر في ده وفي ده مع خاصة للاعبة الانتر ولعب كونتي دايما فيه لقعة عالية ولعب عنيف وده اصلا من خاصة الدولة الايطالي اللي عكس طبعا الدولة الاسبانية اللي بقى فيه فنيات اعلى ما فيهوش العنف ده والعنف ده دايما مع الفرق المهارية بيتعبها ويذلك ميسي كان في شوط الاول مش مش قادر لان خط الوسط كان مكتفه ودايما كان بحاول يرجع يسقط الورا لان ديونجو متكتف بوسكتش مش في مكانه اه ارسر مش قادر يلعب مفيش توليفة مكعدش ماشي فاجينا لشوط تاني فيدال مع ديونجو مع ارسر الدنيا اختلفت تماما مع هبوط مستوى الانتر الانتر هبط مستوى اللي يقتل بدانية قلت وبدأ اللعب وميسي ارتاح وبدأ يستلم الكورة على طول ديونجو فيدال على طول ارسر على طول يبصوا لميسي وميسي يتحرك ميسي بقى كل تفكيره وازاي يرقى ورقص ترقيصات خالية ميسي يا جماعة في الموتش ده الحمد لله ان هو رجع الحمد لله يا رب يبعد عنه الاصابات لان ميسي احنا محتاجينه اي عاشق لقرة القدم اي حد بيفهم كورة لازم يحب ميسي لازم يحب يتفرج عليه لازم يدعيله انه يكمل خمس ست سنين كمان في الملعب يعني ميسي لاخرف عليه طرقيصات بساط طلع جريزمان ونزل ديمبلي طبعا ديمبلي ده كابوس فعلا كابوس يعني انا بتهلي ديمبلي ده لازم نردم عليه ونتفنه ونكفنه وشكرا على كده وفاتي بقى اللي يبدأ جريزمان يبدأ يعني جريزمان طبعا في مشكلة في جريزمان انه هو توظيفه في الملعب مع ميسي ومع سوارس صعب ففي مشكلة كبيرة مش عارف فالفيردي دماغه ما تعرفش تحلل يعني دماغه ما تجيبش ان هو يقدر يوظف التلاتة يعني فربنا يسطر عليه وما يتكررش كوتينيو تاني ونلاقيه في بارن بعد كم السنة اللي جاية وتلاقيه يلعب احسن زي كوتينيو اللي شايفينه دلوقتي المهم كرة عالمية بتترفع سوارس طبعا اللي كنا بنشتم فيه ومش طيقينه بس لعيب كبير قدر يخلص في همسة بس بعد برضو ما ميسي خد يعني الناس مش واخد بلا ان ميسي واخد كمسة معانحة اليمين وكله بيجري ورام الانتر وفضت دنيا لسوارس كمهاجم طبعا خبرة وقناص وقديم عرف يتسحب لورا وعرف ياخد كرة فلسطايم عالمية جون خيالي تعادل طبعا ديمبلي انا قلت كابوس هو مصيبة وهو اكتر من كابوس مفيش باصة راجعوا الشوت التاني كله واي لمسة لديمبلي يعرف يبصيها صح ميسي عادي ويروح مباصي الديمبلي يضيع ميسي عادي وباصي ديمبلي يديها اللي بتوقع الانتر مش معقول لعيب يعني كارثة ودمبلي ممكن يتطور لكن مش مع فالفيردي يعني ممكن يتطيع يعني هو ممكن يبقى نسخة من رحيم ستيرلينج بس مع مدرب كبير فالفيردي ما يقدرش يطور اي لعيب بصراحة فما علينا بدأنا ناحية اليمين كل اللعب ميسي برضو يستيرلينج اتحرر تماما يجري 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 وهوب رقص اتنين ثلاثة وهوب اددها لسوارس سوارس راح عمل طبعا سندة عالمية اللي عملها يعني ميسي عمل خيال لسوارس يعني تحسي كابتن ماجد وياسيم مع بعض جون التاني جون خيالي الجونين بصراحة احلى من بعض والجونين فيهم تقلق من ميسي وسوارس وفيهم خبرات يعني مش طبيعية اللي يعني يتأهل برشوان وياخد دولي الابطال ولكن لو فالفيردي فكر شوية وقدر يلعب صح وقدر يزبط تشكيلة خط الوسط اللي تقدر تأمن دفاعه وتقدر تأمن هجوم وتقدر تحرر ميسي وتقدر تزبط له الدنيا هي دي المشكلة يا جماعة بس برشلونة في ضعف في الاتنين المدافعين بيكي طبعا بيشطب فيه الاجنحة فيهم مشاكل بس لو قدر يزبط لعب من غير فلسفة من غير ما يرمي سيرجي روبرتو من غير ما يحط سميدو على العكس عدلة رجله هتزبط بس فالفيردي يفكر شوية لأن مش كل مرة ميسي وسوارس هيرجعوك في النتيجة وينقذوك خاصة ان المشط بتبقى أصعف في الأدوار الإقصائية يعني انت مش هتضمن دايما ان يحصل اللي بيحصل ده مع الانتر وتعمل ريمونتادة وبالمناسبة دي ريمونتادة من فالفيردي يعني ممكن أنها يعني حاجة كويسة وتفاقل بالنسبة لأنصار برشلونة ان ممكن فالفيردي يعمل ريمونتادات بدل ما دايما بتعمل عليه فربنا يعني يكتب الخير لبرشلونة وفي الايام اللي جاء مع الشرIST لأن الوضع مش مريح والف مبروك لعشاء برشلونة وعايز اقوله Kerry Lily اللي عمل مطش عالي جدا واللي عمل مطش شوت أول خاصة ان كنت عالمي ولكن في شوت التاني كنت ارتكب خلط انه هو سحب كاندريفا وسحب ودخل باتنين مدفعين. فده ارتكان خلاص للنتيجة ان هو خلاص هيكسب واحد صفر او واحد واحد فخلاص الدنيا بالنسبة له تقيقاتها عادل يا هنكسب. فطبعا مع العودة بتاعت ميسي الخرافية في الشروط التاني. والدليل كمان على حاجة ميسي يا جماعة في الشروط التاني كانت لاقتل عالية جدا. وده دليل ان هو الحمدلله بدأ يرجع وبدأ اتشافة تماما. لان لاقتل عالية قدام فرقة زي الانتر. فرقة لاقتل عالية ده شئ جميل جدا ويدي لكل انصار برشلونا بشرة كويسة ان ميسي راجع. وان ميسي بدأ يرجع. وان برشلونا مع وجود ميسي الكائن الخرافي ممكن يوصل لادوار قدام اه مع بالفيردي طبعا اللي هو يعني في وجود ميسي دايما بينقزه ودايما آآ بيشيل من عليه اللوم خاصة لما النتيجة تتحول بالطريقة دي والبرشلونا يكسبه. فالف مبروك لبرشلونا للانتر. والسلام عليكم ورحمة الله. اخوكم عمر الشريف من قناة الحريف. ويا ريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب. وشغلوا النيوتيفكيشنز وسلام عليكم.